احتجاجات شعبية جديدة عمت عدن مساء سبت التاسع والعشرين من مايو حيث شهدت مدينة كريتر والمنصورة تظاهرات ليلية غاضبة ضد انقطاع التيار الكهربائي وترد الخدمات العامة وفق مصادر محلية فإن عشرات المواطنين نزلوا إلى شوارع مدينة كريتر وقاموا بإضرام النيران في الإطارات بينما قام عشرات المتظاهرين في مدينتي المنصورة والشيخ عثمان بمنع المركبات من العبور وقطع الشوارع الرئيسية المتظاهرون الغاضبون خرجوا من منازلهم احتجاجا على ترد الخدمات العامة وانتشار الأوبئة والأمراض وطالبوا بإصلاح الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والمياه اللتان تدهرت بشكل قياسي خلال الأسابيع الماضية كان من اللافت أنه على عكس احتجاجات الأسابيع السابقة فإن تظاهرات عدن الأخيرة وجهت بشكل مباشر ضد المجلس الانتقالي حيث حمل المحتجون المجلس بحسب مصادر إعلامية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه عدن حيث تسبب منع الحكومة من العودة عقب السيول التي ضربت المدينة في إبريل الماضي إلى انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة وفي مقدمتها وباء كورونا المجلس الانتقالي الذي لجأت ميليشياته إلى قمع الاحتجاجات السابقة في الثاني والعشرين من مايو لم يصدر منه أي تعليق مباشر حول الاحتجاجات الأخيرة واكتفى في بيانه الأخير بالإشارة إلى أن الملف الإنساني لعدن في قائمة جدول مشاوراته في الرياض وهو ما عده محللون محاولة لامتصاص غضب الشارع العدني الذي يكبر يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر